هل وقف إطلاق النار ممكن في اليمن؟ يطرح معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى هذا التساول مشيرا في مقال تحليلي لأحد باحثي إلى أن عملية تدابر الثقة تحتاج لوحدها ستة جولات قد تستغرق عام 2019 بكامله كيف إذن ستجري مفاوضات السويد القادمة؟ في ظل فشل الجهود الأممية في بناء الثقة بين الأطراف بل إن الشيء الأكثر تعقيدا هو أن الجهة المخولة لها مباشرة إجراءات الثقة بين الشرعية والانقلاب ليست محل ثقة فشرعية اتهمت الأمم المتحدة بمحاولة فرض معايير وصفتها الحكومة بالمختلة في إشارة منها إلى ميناء الحديدة ووفق عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية فإن اقتراح تسليم الميناء لطرف محايد يعد نقضا للقوانين الدولية التي تنص على فرض الجهة الشرعية سيادتها على كامل التراب الوطني الاقتراح الأممي جعل المسؤول الحكومي يشكك في نية الأمم المتحدة خصوصا وأن قصة الطرف المحايد أتت في توقيت باتت فيه قوات الشرعية على بعد بضع كيلومترات من ميناء الحديدة كان المبعوث الأممي مارتين غريفث قد قام بجولة أممية التقى فيها قيادات في ميليشيا الحوثي بصنعاء بعد زيارة قام بها لمدينة الحديدة ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين في الشرعية خلال زيارته القادمة للرياض التجارب السابقة تشير إلى أن الجهود الدولية لعقد مفاوضات ناجحة لم تحرز نجاحا ولو في حده الأدنى لكن المساعي الأمريكية جعلت البعض يأمل بنجاح أممي لإيقاف إطلاق النار اليمنية التي لا تزال مشتعلة قرب ميناء الحديدة لكن هل تفضي تلك المساعي بإيصال اليمن إلى ميناء سلام؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر